أنا كنت أسمع زمان إنه كل المنظمات أو الجمعيات إلى آخر وهي بتتشارك مع بعضها في الـ data base المتعلقة بالناس اللي المفروض إنه يذهب إليهم إنتاج أو المنتج بتاع الجمعيات فعشان كده بسأل طب وليه عملنا تحالف لما كنا كده كده إحنا بدأت تشارك في الـ data base أو في قواعد البيانات إيه الأهمية من وجود التحالف هيؤدي إلى إيه؟ أول حقيقة التشارك ما كانش بالشكل المنظم أو اللي نقدر نحن نعاول عليه وكان بيحصل بمبادرات فردية أو الديامة بين بعض الجمعيات ومؤسسات أخرى فما كانش ليه نسق معين نقدر نحن نعتمد عليه التحالف لا يعني أسس دان وبقى في عندنا قاعدة بيانات موحدة للتحالف منتكلم أن أنا بقى عندي قاعدة بيانات عليها بيانات أكتر من 37 مليون مواطن ودي طبقة سابقة الأولى من نوع 37 مليون مواطن دول اللي هم يعني القاعدة الأكثر استحقاقاً اللي هم مرتبين في نسق أسر معينة حوالي 9 و 2 من 10 مليون أسرة دول الأكثر استحقاقاً أو المستهدفين والمنوت بيهم العمل الجماعيات الأهلية في مصر طبعاً أننا يبقى عندي بلاتفورم واحد أو منصة واحدة أو قاعدة بيانات واحدة عليها كل البيانات دي دي تبقى سابقة الأولى من نوعها خلتنا نقدر نشوف التدخلات التنموية بشكل أفضل نقدر أننا حتى يبقى عندنا يعني رصد للتجارب ومدى نجاحها ومدى قدرتها لتغيير حياة المواطنين وجودة حياتهم لأنه الفكرة أبعد من أننا قدي مواطن كارتونة مواطنة غزائية أو أننا أساعدوا بإعانة شهرية الموضوع أبعد من كده والمفروض أنه يكون أشمع لشان أنا هبتدي أحس أنه في تغيير في جودة حياة المواطنين ونبتدي نروح لمرحلة تانية أن يبقى فيه تخارج بقى من دائرة الفقر ما يكونش طول الوقت أنا عندي قاعدة بيانات عليها نفس الأسر لمدار السنين طويلة جداً هم دول نفس الناس اللي بتستفيد من الدعم الغذائي أو المادي أو غيره طيب إمتى هو هيبقى مواطن يعني قادر على إخراج الذكاية بقى يعني هو دا يمكن حلمنا أن يبتدي المواطنين دوكوريوم يتحركوا من دائرة الاستحقاق لدائرة أنه هم عندهم استخلال مادي فطبعاً ساعدنا في دا وجود قاعدة بيانات قدرنا نشوف البروفايل بتاع المواطنين بشكل واضح أكتر نبني على دا مجموعة من التدخلات اللي هتغير حياتهم أنه النهار دا أنا لو عندي مرأة معيلة كنت بروحة ديها مكانة خياطة أو بديها رأس مشاي عشان تربيها بعد سنة في المتابعة والتقييم بنلاقي أنه هي حالها نفس الحال وده لأي أنه أنا بس عايدها ما انتبهتش أن هي عندها أزمة صحية مزمنة أو عند ابنها هي أصدر تبيع يأما العائد بيروح على الألات يأما بتبيع يأما هي غير قادرة على العمل بالزبط فالنهار دا بقيت لا يعني لو عايزها تتمكن اقتصادياً وتبتدي تشتغل يبقى لازم أحللها الأزمة المزمنة اللي هي بعد ما أنا هسيبها وامشي هي هتتصرف الحاجة دي في رأس المال نادي تقولها أو مش هتبقى قادرة على شغل فبدأ يبقى فيه تدخل صحي إلى جانب التمكين الاقتصادي وهكذا يعني احنا بدأنا أنه يبقى فيه حزمة متكاملة من الخدمات بنستهدف بيها المواطنين بتوعنا عشان يبقى فيه عندنا نوع من أنواع فعلاً تخرج من الفقر نوع من أنواع الاكتفاء الزاتي